أهلا بحضراتكم عودنا بعد الفاصل فقرتنا يوم لتنين فقرة اللعب والضحك والجد والحب على رأي عبدالحليب حافظ فقرة التكريات فقرة صندوق المليان كل كواليس النجوم اللي أمتعونا على مدرسة سنين طويلة جدا بيقدمها لنا كاتب الصحفي والصديق الأستاذ أحمد سعيد مساء الورد ومشاركة النور مساء الورد يا أستاذ تامر عليك وعلى كل الأستاذ المشاهدين كل التين وانت طيب وانت طيب هل أخبار تمام كل حل آه طبعا ومعنا مفاجآت النهار ده إن شاء الله الجراب النهار ده مليان مليان طيب زي الفل بس قبل ما نبدأ بقى أهلا حذك في أول حلقة عجبتني قلت كلمة آآ على حزب وداد أغنية على حزب وداد جلبي آآ دي لعب حليم حافظ ده عشان مطش بتاع اهلي والوداد إن شاء الله هقول لك بقى مفاجعة الأغنية دي قول إن الأغنية دي تكتبت في واحدة اسمها وداد يعني كان فيه شخصية اسمها وداد حقيقية يا راجي آآ الله وكان بيحبها واحد باشا من الصعيد وكان بيروح يحدغلها كانت فنانة آآ ويحدغلها الحفلات وكان دايما يقولها على حزب وداد جلبي يا بوي راح أقول لي الزين سلامات الله فطبعا الشاعر صلاح ابو سالم كتب الأغنية وخدها وغنها عبد الحليم وبقت أغنية من أجمل آآ يعني ليها أصل يعني مش مجرد مش بنات أفكار المؤلف لا لا ليها أصل ولها قصة كبير باشا وفنانة اسمها وداد آآ فاوداد مش مجرد الوداد العادي بتاع القلب دي وداد حقيقية هي وداد حقيقية بس هو يعني طبعا فيها اسقاط على الوداد طبعا طبعا زي الفل هنديك المعتاد بالسؤال فالزورة آآ طيب حطت وشي على ما باهدلني النهاردة لا ده أنا جايب لك نجم بقى ايه يعني نجم الأكشن في مصر كلها الأكشن الله لا بستصدق البوز عجبني بس انت عليك صدة انت صدت صدة ما حصليتش يعني آآ بصراحة البوز والطيران والرمية والحطة والقطة والبطة على رأي بيض حتشلبي حلوة بصراحة يعني حاجة شناوي كده على عصام الحضر آآ بصراحة آآ بس طبعا ولا الهوى نا هو نجم الأكشن في مصر نجم الأكشن نجم الأكشن طبعا وانا ممكن اكون عرفت وعرف منين آآ من الجزمة دي بتاعة الفلوسية ايه صح؟ طبعا دي جزمة فلوسية فانا عارف مين اللي مهوس بالفلوسية وركوب الخيل بس مش هنحرقها دلوقتي خليها في آخر هو خليفة أحمد مظهر طبعا في السينما آآ هو مجنون الخيل وبطل الأكشن واحد من أحلى وأجمل وأشهر نجمنا وحبيبي وصحبي وأخويا بس برضو خليها في الآخر لما سيم الناس تعرف مين هو عندنا بقى طبعا بمناسبة عيد ميلاد الزعيم عاد الإمام كل سنة هو وطيب كل سنة هو وطيب طبعا هو عيد ميلاده نفس عيد ميلادي بالمناسبة في نفس اليوم كل سنة ونتوا لاتنين طيبين لاتنين طيبين ودي من الصدف الجميلة حلوة دي عندنا بقى حنتكلم عن الزعيم عاد الإمام في فيلم الحريف بما أننا طبعا في ملعب الفن ورياضة حنتكلم عن فيلم الحريف عندنا شوية صور كده نشوفها مع السيدة المشاهدين يلا في كواليس الفيلم طبعا هنا الزعيم عاد الإمام وهو بيصور أحد المشاهد في الكواليس طبعا الفيلم ده تصور عايز أقولك في أماكن كتير في حوار كتير من ضمنها كان موقف عبد منعب رياض شوف الموقف دلوقتي اللي هو يعني مستعيد تحط رجلك فيه استحالة دلوقتي تلاقي فيه كرة شراب وعايز أقولك بقى مفاجآت أول مفاجأة إن الفيلم ده بقصة حقيقية للكابتن سعيد الحافي ده كان أحسن لاعب كرة شراب في مصر كان اسمه الكابتن سعيد الحافي هو يعني توفى من فترة غيبة بس كان أشهر لاعب كرة شراب في مصر ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت حتى ذكرت في كتاب السينما وكرة وكان الكابتن سعيد الحافي ده عايز أقولك مفاجأة إنه هو راح يلعب في الأهلي يعني راحه بقى خدوله لأنه كان لعيب جامد جدا ولعب مع لعيبة مشهورين حتى من ضمنهم الكابتن مصطفى يونس وأكتر من لعب يعني في الأهلي فراح يلعب في الأهلي هو بقى يعني بيحب يلعب حافي فطبعا الأهلي مش هيلعب حافي فلاقب الجزمة مع عرفش يلعب لا يا راجل لاقب لبس جزمة مع عرفش يلعب هو طبعا كان مالك الكرة الشراب حافي في الشارع طبعا في الشارع حتى كان بياخد عشر جنيه في المطش دي كان حالة يأخذ طويلة يعني ده اللي كان بيحصل في الفيلم وفعلا كان بيحصل في حياة سعيد الحافي آه طبعا لسعيد الحافي طبعا عايز أقولك إن الفيلم ده كمان كان معهود على النجم أحمد زكي وكان هو اللي هيقوم ببطلته وكان طبعا في الوقت ده هو مكسر الدنيا مع المخد محمد خان وكانوا عاملين أفلام حلوة فقعد عليه إنه هو يعمل بطولة الفيلم بس بقى المخد محمد خان طلب طلب غريب جدا من أحمد زكي تتوقع طلب منه إيه طلب منه إنه هو يرب شعره انت عارف في الوقت ده كان الكابت الخطير كل اللعيبة كان مربين شعرهم سلشطة وغمال عبدالحبي كلهم كانوا الشعر الكسيف شعرهم الشعر الكسيف ده فطلب منه إنه يرب شعره لكن فوجئ إنه أحمد زكي جاله حلق شعره خالص قال له لا إنت مسمعتش الكلام استبعدوا من الفيلم وراح جاب الزعيم عادل إمامي يعمل الفيلم طبعا أحمد زكي صار وغضب غضب شديد جدا يعني وبعدها راح بقى عمل فيلم من شدر السمك سبحان الله فنرجع بقى لسعيد الحافي لما راح لعب في النادي الأهلي بالجازمة معرفش بالجازمة معرفش على الجازمة ولعب كسر الدنيا قال له بس مش حينفع تلعب المنشاط سبحان الله وإنت طبعا حافي فدي كانت من القصص الرزيزة جدا سبحان الله طبعا من أجمل القطاط يعني عايز أقولك إن الزعيم عادل إمام كمان أنا كنت عملت مع حوار في فترة من الفترات اللي هي كانوا قالوا عليه كان فيه ناس رفعت قضايا ضده وكانت فترة صعبة فمن الحوار ده قال لي تصريح التصريح ده يعني نزل على كل المواقع وكل الصحف ساعتها كان تصريح جميل أول الزعيم عادل إمامي قال إيه قال حاكموا الملايين التي أحبت أعمالي يعني بدل ما يتحكموني أنا شوفوا الملايين اللي حبت أعمالي حلو المعنى أقول طبعا كان تصريح حلو المعنى عايزين بقى عندنا مفاجأة النهاردة يعني للسادة المشاهدين حيسمعوها الأول مرة هي انفراض لنا أنت طبعا شفت تقلق النجم الكبير محمول كهربع طبعا مكسر الدنيا مكسر الدنيا ونضم كمان للمنتخب في الفترة الأخانية وأهدافه طبعا فرقت جدا مع النادي الأهلي في الفترة الأفضل هو مكسر الدنيا في كل حاجة في الأهداف وفي المشاكل وفي الغرامات وفي الفيديوهات بس هو الحقيقة يعني ولا كلمة هو ولا كلمة هو نجم الحقيقة فيه مواصفات النجومية الكاملة وفرق في هجوم الأهلي جدا صحيح يعني أنا شايف أنه أهم الناس اللي هي هو بيرسيتاو طبعا طبعا فرق هو وجوده وفعليته مع استعادة بيرسيتاو وحسين الشاعات لخطورتهم ومستواهم فارق جدا في هجوم النادي الأهلي وإن شاء الله الأهلي هيجيب الحداشر إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب بده مقطع إن شاء الله ففيه دوع فيه المفاجأة اللي فيه أغنية عملت لمحمود عبد منام كهربع كتب كلمتها الشاعر ياسر أنور والحان إسلام سامي توزيع خالد المسيري غناء ناصر الحمولي ودي خصونا بيها أغنية اغنية اتكتبت على كهربا لكهربا نفس يا سلام من حب الناس في الكهربا هنيهالك يا عم كهرب فعملوا له الأغنية دي وهم خصوا البرنامج بتاعنا هنا برنامجنا نحن شاكرين الأفضل طبعا لا قول تاني صنع الأغنية كلمات ياسر أنور والحان إسلام سامي توزيع خالد المسيري غناء ناصر الحمولي ودي أول مرة تتزاعة اغنية معمولة عشان لاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي محد يستمع الأغنية خالص أول مرة تستمع في برنامج طيب تعالى نسمع هذا الانفراد لأول مرة أغنية تؤلف وتلحن وتغنى مخصوص عشان كهربا ناجم النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر تهربا ت bevor ict ت ذي تهربا تهربا تهربة تهربا تهربا بغرب بيغم وبيرجع ويكسر ويحط الكنسة وبيت يغربا كهربا اسمو عالم سمو الفوت العالي كهربا كهربا لا لا ده تصبيت عالي المستوى كهربا اكيد سمع الاغنية واكيد فرحم بيها جدا 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 لانه قليل قوي قوي من نجوم الكورة اللي اتعمل لهم اغاني خاصة بيهم اتعملت لهم مخصوص مخصوص لكهربا طبعا دي حاجة حاجة تسعد طبعا ده بقى يعني حاجة مهمة جدا الكهربا طبعا لازم يفرح بالاغنية دي بس كمان لازم ياخدها باعتبرها مسئولية يعني اذا كان وصل لهذه المستويات الكبيرة من النجومية وحب الناس لدرجة ان فيه ملحن وشاعر ومغني عملوه الاغنية خصيصا عشان يمجدوه ويمدحوه ويحبوه ويسوقوه بشكل كويس الجماهير لازم كهربا يبقى واخد الكلام ده كمسئولية انه ما يقلش عن المستوى ده ويزيد وكمان يبطل بقى اي اه اي كهربا يبطل اي كهربا مع الناس ويفضل مركز في الملعب لانه هو ده ميدان تقلقه وهو ده اللي عيخلي الناس ترفعه طول الوقت على الرأس وتهتف باسمه انه يتعلق فيه الملعب الخضراء ولو تلاحظ انه هو فعلا بقى يركز في الملعب بشكل كبير بشكل كبير ربنا يوفقوا ان شاء الله ويكون واحد من الاسباب اللي تجلب البطولة الحداشر ان شاء الله الى خزائي البطولات النادي الاهلي يوم حداشر يونيون اللي جاي ان شاء الله ايذن الله وانهني وانهني النادي الاهلي يا رب وانهني انفسنا يا رب عندنا بقى كمان فيه صورة كده لسندريلا الشاشة سعاد حسني ايوة كده اخش عليها بالحيات الحلوة اه شوف انت معجبين السندريلا قد ايه يعني الصورة دي طبعا صورة مفراد لينا ما تعرضتش اول مرة اتعرضت بصو شوف الصورة في البيت شوف كم الخطابات معجبين السندريلا عامل ازاي يعني قاعدة عا السرية دلوقتي دي الجوابات اللي جاية للسواعد حسني هي قاعدة في البيت شوف المليات كل خطابات معجبين فهي بتفتح بقى الجوابات وتشوف المعجبين كانت بيلاها ايه وترد عليهم بنفسها يعني فدو صورة كده بياخد واحد دي لما بيجي له جواب بيتنطف بالفرحة ما بالك دي عندها عشر تلاف جواب من المعجبين والمعجبات والحقيقة هي تستاهل طبعا دلوقتي ما فيش جوابات دلوقتي فيه اسم اس وواتساب وفيه تويتر وفيسبوك وما الى ذلك لكن مع كل احترام لكل الناس تبقى السندريلا يعني هي خاطفة القلوب وساحرة القلوب وفاتنت وفتاة احلام كل الشباب في هذا الجيل وانا واحد منهم بصراحة فترات مراقتي كلها ما بشوفش في حياتي غير سعاد حسن سندريلا الشاشة وعلى فكرة وده سبحان الله دي يعني نقطة كده بالصدفة بسرعة كده للستات كلها سعاد حسن لم تكن اجمل النساء ولم تكن اجمل الممثلات بالمناسبة يعني فيه كان اجمل منها بكتير يعني ممكن مثلا على مستوى الملامح والجمال ليلة فوزي امر ايه اربعتاشر مريف فخر الدين في حياته تانية من الجمال زبيدة صاروة كعيونه ووش حاجة خرافية ومع ذلك سعاد حسني تفقهم جميعا من وجهة نظري انا بس مش جمالا الاكثر جاذبية الله يفتح علي جاذبية وسحر وروح وشخصية وخف الدم وحضور وتعدد مواهب فعشان كده كل ست هي جميلة جواها بس تدور على الجمال اللي جواها صحيح صحيح يلا بينا عندنا طبعا في ذكرى اسماعيل ياسين بعد بكرة اه في صورتين كده جمال اسماعيل ياسين حنشوف هو افتحو ريتها نسبوع خات صور حلوة جدا اسماعيل ياسين كانت عن علاقته بابنه بابنه هي فيها جزء برضه فيه لابنه ابنه ياسين اه ورينها شبا بص هو صورة من صورة معين فتح التلاجة لا يبدو جوا جوا جمب الجبدة واللانشو دي صورة طريفة جدا لاسماعيل ياسين حلوة حلوة بالصورة اه واحكي لك مواجوف كمان طريف على اسماعيل ياسين تخيل ان هو راح يخطب وحدة من خطيبها يعني هو راح يخطب وحدة استغلس ايه الصورة الاول دي دي هنا اسماعيل ياسين وهو على كرسي بعجل هو مكانش عيان ولا حاجة ده كان من احدى المسرحيات اه نادرة طبعا انه مشهد في المسرحية اه مشهد في المسرحية تقول لي بقى ان راح يخطب وحدة من خطيبها او كان هو عجب بواحدة زمان فحب يتقدم لها فقالت له في واحد في الموسكي اسمه خليل العسرة وهو خطبني منه طبعا خليل العسرة ده كان هو يعني ايه في قصة حب بينها وبينه وكان شبر خطيبها يعني حل فبعدت اسماعيل ياسين يخطبها منه اوف تنديسة يعني اه هو افتكر انه هو يعني بيخطبها بقى ايه من حد مسلا كبير العيلة اه كبير العيلة كده فراح وكمان قابله المفاجأة انه هو قابله وسمع منه وبعد كده اكتشف ان ده كان كان هو خطيبها فقال لي انت بعتني يعني بعتني اخطبك من خطيبك هيكاد عايزة تعرف يعني تغيز خطيبها تقول له شوف بيتقدم لي ناسه مطلوبة ومنروبة ايه ده كويس انه كانوش علي تموت طبعا كمواكف انت جاي تخطب خطيبتي مني ده كويس ان اسماعيل خرج منها من المواكف اللي كان بيقولها انها طريفة في حياته طبعا عندنا كمان مواكف لاسماعيل ياسين مع نادي الزمالك احنا قلنا انه هو كان زمالكاوي صح اه اسماعيل ياسين تصدق بقى انه هو كان في حفلة لنادي الزمالك في اه دبي وابو ظبي فالمتعهد ما كانش عمل الدعاء الكافية وخد اسماعيل ياسين واجمع من الفنانين ففوقه ان الناس اللي جاية يعني تحجز التذاكرة ولا غيره اوي عمل ايه اسماعيل ياسين نزل بنفسه شباك التذاكر وبقى يبقى يبقى التذاكر لحفلة نادي الزمالك هو وماهر العطار عشان يجيب يا سلام وكان فعلا فكرة زكية جدا منه والجمهور اتملأ والقاعة اتملأ وكان شيء جميل شوفي من زكاء الفنان فان اسماعيل ياسين يبقى التذاكر لحفلة نادي الزمالك بنفسه عشان يجزب جمهور دي كمان من المعلومات اللي ما متتقلش عن اسماعيل ياسين فكرة حلوة عندنا كمان فيه الفنجم حسن فيق هتشوف صور ليه جميلة جدا في بيته ده صاحب احلى دحكة في التاريخ السلم المصري ما انا هقولك الدحكة دحكة ايه بقى ليها دحكة ليها تاريخ اطبع بس نشوف الصور هنا بيزرع في بيته بنفسه هنا بيزرع في البيت بتاعه وهنا بيصلح عربيته دي صورة كمان نادرة جدا من اجمل الصور ليه يعني حكاية الدحكة بقى احنا اتكلمنا في الدحكة فسألوه بيكانوا بيسألوه انت جبت الدحكة دي منين الدحكة دي مميزة ليه جدا قالهم على فكرة الدحكة دي انا جبتها من واحد باشا كان بيوقت في الصفوف الامامية هو كان في بدايته بيقدم مصرحيات مع نجيب غحاني ومع المجموعة الجميلة دي فالباشا ده كان احد في اوصف كل مصرحية احضارها ليه يضحك نفس الدحكة دي فيعني خلاص اللي هي الدحكة انا مش عافية اللي دا العب سأد عن خينها طبعا اللي هي الدحكة المميزة اللي فيه الشهقة دي اللي هو اه 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 ايوا بس ما عرفش طبعا هي علامة مميزة وبصمة فريدة لنجم حسن فيه الله رحمه فهو خدها من باشا كان بيحضر له مصرحيات كان بيحضر له مصرحيات وقت في الصف الامامي فخد منه نفس الدحكة دي وبقت معاه على طول بقى بقت لازمة لي اه بقت علامة شهرة لي اه طبعا وبصوا دا زكاء المطرب اللي هو الفنان قصدي اللي ياخد من المجتمع وياخد من الناس ويبلور ويضيف هو لإمكانياته موهبته طبعا عندنا كمان بقى عبد الحليم حافظ صور نادرة ليه اه كان في المطار والشنطة بتاعته ضاعت وقاعد يدور على الشنطة عندنا صور ليه مجموعة صور ببص هنا هنا طبعا هنا بعد ما لقاها يعني كان دايخ علشان تشوف تعبير روشه هو قاعد في المطار اه هو انه تعبال لانه نف في المطار كله اه فيه صورة قابليها كمان اه هنا كان بيدور على الشنطة اللي معادي السيدة نهلة الكدسي زوجة عبد الوهاب اه وكانوا بيدوروا على الشنطة بتاعت عبد الحليم فكانت الصور دي صور يا خبر ابيض نادرة جدا جدا ويعني يعني انا بحيل المصور اللي خد الصور دي لعبد الحليم عندنا بقى دي صورة تانية اه تخيل ان عبد الحليم بيلبس جلبية على المسرح وهو بيغني في احدى الحفلات احد المواجبين طلع على المسرح ولبس عبد الحليم الجلبية يعني دي حاجة ايه ده نادرة جدا ان عبد الحليم يلبس جلبية على المسرح فا اه طبعا حاجة انا لبسها هو لبسها هو بيغني اعتقد كت في المغرب لان الجلبية مغربش اه ممكن يكون احدى حفلات مغربة طلع ولبسه ازي الوطني يعني الجلباب المغربي الشهير. فعمل حليم حبا في اهل المغرب. لبسها كنفتة حب يعني. لبس الجلبية. حلوة اللقطة حلوة. لقطة حلوة ونادرة لعمل حليم. احنا نديد دايما النوادق هنا في البرنامج. طيب. يلا عندنا لقطة وبعدك نروح للمسابقة. اه طيب نتكلم على فاتن حمامة. يا سلام يعني. اه عندنا لقطة من كواليس فيلم الحرام. هنشوفها كده مع بعض. السيدة فاتن حمامة في كواليس فيلم الحرام. وهي مع المخج. هنري باركات. اه. وهو بيديها. هيبص هنا. دي طبعا نادرة جدا لانها من كواليس الفيلم. هو المخج بسكلاها المرايب نفسه. طبعا هنا اه اه هنري باركات. ماسك الالمرايب نفسه. المرايب نفسه. وفاتن حمامة عشان هي اللي تصبط شكلها. فده شوف انت يعني حاجك هطلقتة نادرة جدا في الكواليس. اه طبعا. عايز اقولك ان في الفيلم ده كان زاكي رسط معامل شخصية النظر الماشية بتاعته دي كانت ماشية خدت عليها جايزة الفيلم ده على فكرة ترشح لجايزة مارجان كان السعفة الزهبية يعني كان طبعا مفاشي بيها بس رشح ليها زاكر رسوم كانوا بيسألوه انت جبت الماشية الغريبة دي ازاي قال لهم خدتها من واحد نظر حقيقي كان بيمشي نفس الماشية دي فقلده بالزبط يعني خد منه نفس الماشية وكمان عايز اقولك ان هما في الفيلم ده كان جايبين كمبارسات عشان يعملوا الناس اللي هي بيتجمع الحاجات فما عملوش بالشكل الجيد للمخرج فجاب الفلاحين الحقيقيين ومثلوا مشاهد الحقيقة اللي بيعملوها لقاهم اجمل بكتير من الكمبارسة اللي كان جايبا الفن لما كان فن يا ريس طبعا طيب يلا عشان وقتنا خلص نختم بقى بصورة الفزولة الاولانية تامر امينو هو كان جول كيبر ادي بقى الصورة الحقيقية ارجع الساق انا بقولك انا عرفته من الجزمة بتاعة الفروسية اللي هو لابسها دي لانه مهووز بالخيل ومعاشق للخيل وعنده خيول طبعا وعنده مزرعة للخيل جميلة بالاضافة الى انه هو كمان عنده اخلاق الخيل واخلاق الفرسان طبعا ما تساقى واحد من الناس اللي نجحوا من عاية مش عشوائي ولا اعتباطي ابدا هو اجتهد وكمان بسبب طيبة قلبه وجدعنت وهو صاحب صاحبه وراجل ومحترم لابعد الحديد اعايز اقولك انه هو كمان كان بلعب كوع ولعب في النادي الاهلي ونادي الزمالك مع الكابتن ابراهيم عبدالصمد هو زمالكايوي طبعا بس هو لعب مع الاشبال الاهلي مع الكابتن ابراهيم عبدالصمد ولعب مع الاشبال الزمالك وكمان لعب سنة كده في نادي امريكي اسمه سانت جوزيف ودي من المفاجآت اللي سانت جوزيف اه بس بعد كده بقى لعب على مشاعرنا كلنا في الفن واصبح واحد وجاب جوان جامدة يعني في الفن طبعا صحيح صحيح تحيات طبعا للنجم الكبير حبيبنا وصديقنا واخونا يا احمد سقق وربنا يزيدوا ويمتعوا بالصحة هو وصلته رب شرفت ونورت وامتعت وابدعتك المعتادة جزعم شكرا جزيلا نشوفك على خير قريبا بإذن الله